مشكلة المساحة اللي بتدايق كتير جداً من الناس وتعتبر من أوائل المشاكل اللي بتقابلك في تليفونك بعد شهر أو شهرين من الاستخدام على حلول حلوة جداً جداً لازم تعملها في تليفونك وخلي بالك الحلول ديت موجودة في كل التليفونات الأندروي إن في حاجات كتيرة جداً على تليفونك بتاكل منك المساحة أكل كده انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها ولا حطتها في الحزبان بتعرف أصلاً انت في حاجات بتمسحها من على تليفونك وبتعتقد خلاص ان انت مسحتها ولكن هي في الأصل ما تمسحتش ولسه مخزنة على المساحة بتاعت تليفونك زي ما هي مش بس كده ده في تطبيقات في تليفونك بتاخد صلاحية تخزين وبتخزن حاجات عليها والحاجات ديت انت أصلاً ما تعرفش عنها حاجة خالص تعرف أصلاً ان الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعتك دي ممكن تكون انت بتصور عليها حاجات ممكن تعدل في الاعدادات تقلل معاك المساحة وفي نفس الوقت ما تقللش خالص من مستوى اللون أو الجودة بتاعت الفيديو مش هتفرق معاك يعني هتكلم فيه بالتفصيل في الفيديو ده استأذنك ان انت تتابع الفيديو لغاية الآخر وما تفوتش منه أي حاجة خالص علشان تقدر تستفاد أكبر استفادة ممكنة يلا بينا نبدأ الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً بحضراتكم في قناة مستشفى المحمول معكم حمدي يا رب تكونوا بخير أنا بتأسف على فترة الغيابة الطويلة دي لكن أنا بطلب منكم ان انتوا تتفعلوا أكتر على الفيديوهات بتاعتي يا ريت لو أول مرة تشوفني تعمل لي اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتكتب رأيك في تعليق ولو عندك أي سؤال أو أي مشكلة اكتب في التعليقات وأنا تحت أمرك وقت ما شوف التعليق ان انت تفرج على الفيديو دي أكتر حاجة هتفيدك وهتفيدني هتفيدني انها هترشح الفيديو بتاعي لناس أكتر وبالتالي الفايدة هتعم أكتر وهيفيدك كمان ان انت هتوصلك معلومة كاملة إن شاء الله هتقدر تستفاد أكبر استفادة ممكنة يلا بينا نبدأ الفيديو هتفتح الأول الكاميرا بتاعت الموبايل وبعد كده هتجيب علامة الضبط بالذات لو الكاميرا عندك جودة الصورة بتاعتها عالية جدا فإحنا كل اللي هنعمله أول حاجة هنخلي تخزين الصور والفيديوهات على بطاقة الزاقرة وده لأي موبايل ولو أنا مش مركب كارت موموري فأنا لازم أتأكد إن الكاميرا عندي مش موجودة على دقة الـ HD أو أقلل المساحة بتاعت الكاميرا يعني مثلا في التليفون ده عندي خاصية بتمكنني من خفض حجم الملف وكاتب يمكنك خفض حجم الملف من توفير مساحة دون التضحية بجودة الفيديو يعني ده مش هيأثر خالص على جودة الفيديو ولا نقاء الصورة ولا الألوان ولا الكلام ده كله خالص زي ما قلت لك في بداية الفيديو نخش بقى التاني حاجة مهمة جدا هو تطبيق الواتساب التطبيق ده جماعة تطبيق حوت في المساحة ممكن يقفل لك المساحة خالص وانت أصلا ما تعرفش بتجيب التلات نقط وبعد كده بتضغط على الإعدادات وبتجيب حاجة اسمها التخزين والبيانات ببدأ أفتحها بالشكل ده كده واختار إدارة التخزين اللي هي أول واحدة موجودة فوق طيب أنا أول ما بضغط عليها بيجيب لي كل الميديا اللي موجودة في كل المحاسات بتاعتي اللي اتبعتتلي واللي أنا بعتها وكل حاجة ممكن تكون حاجة أصلا اتبعتتلك وانت أصلا ما فتحتهاش ولا شفتها وتكون مخزنة على زاكرة التليفون وانت ما تعرفش عن حاجة هتضغط على تحديد الكل وبعد كده هتعمل مسا كده انت مسحت كل حاجة موجودة عندك بالنسبة للحاجات اللي انت جات لك طيب الحاجات اللي انت بعتها أو اللي انت عملت لها قاعدة مشاركة أو اللي انت فتحتها وشفتها بتبقى موجودة تحت بتعمل برضو تحديد الكل بتمسح اللي انت عايز تمسحه لو عايز تسيب حاجة سيبها عادي وبعد كده بتضغط على علامة السلة فبيبدأ يفضيلك المساحة والمساحة دي ممكن في بعض الأحيان بتوصل لعشرة وعشرين جيجا كمان بعد كده برضو بنروح على حاجة تانية الحاجة دي برضو بتاخد مساحة كبيرة جدا برجع لنفس الصفحة اللي أنا كنت عليها بالشكل ده كده وبجيب حاجة اسمها الدردشات وبتأكد في كلمة اسمها عرض الوسائط بتأكد انها غير مفعلة لازم تبقى غير مفعلة وعرض الوسائط ده بكل بساطة اي صورة بيجيلي بيحفظها في الستوديو اوتوماتيك من غير حتى ما يقول لي او يعرفني ان فعلا تم حفظ الصورة فانت كده برضو بتقلل مساحة من على الستوديو الخاص بي بيجي بقى الحاجة التالتة ان في بعض التليفونات انت ممكن تمسح الحاجة والحاجة ما تكونش تمسحت تماما يعني احنا مسلا مساحنا حاجات كتيرة جدا في عندك حاجة اسمها سلة المحزوفات بنجيب الستوديو وبعد كده بنضغط على التالت نقطة اللي فوق بنفتح سلة المحزوفات موجود كل الحاجات اللي انا حزفتها بمساحاتها الحقيقية معنى كده انها لسه موجودة بعد كده بعمل جاري المسح وبكده بتكون اتمسحة خالص وانا وفرت المساح الحاجة الاخيرة بقى خاصة بموبايلات السامسونج تقدر تعمل كود نجمة شباك تسعة تسعة زيرو زيرو شباك هتقدر تعمل حاجة اسمها دليد دومب ستيت اللي هي ملفات التخزين المؤقتة طول ما انت بتستخدم الجهاز في ملفات اسمها تخزين مؤقتة بتفضل تحمل على رمات الجهاز وعلى الزاكرة بتاعت الجهاز انت ما تعرفش عنها حاجة فانت بتعمل لها تنظيف عشان تخف المساحة وتزود السرعة اتمنى بقى لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل الاشتراك وتفعل الجرس وتكتب رأيك في تعليق بس كده شكرا لكم سلام عليكم